أهلا وسهلا بكم مشاهدنا الكرام توقفنا في الحلقة الأولى من حصة التي تطرقنا لها مع اللواء المتقاعد وزير الدفاع الأسبق خالد نزار في حيثية جلوس اللواء خالد نزار مع الرئيس الراحل شادلي بن جديد إثناء تعيينه على رأس قيادة الأركان هنا في العاصمة أهلا بكم مرة أخرى سيدي نواصل مدى الشيء لحبس فيه المحلة السابقة وهنا حبيت أن تتكلم كما قلت على الشيء اللي عشت وانا شخصيا كمسؤول في على الأركان هنا في العاصمة لما تعينت تعينت مسؤول في التزار فيما يخص للأشياء اللي كانت وقعت في الخمسة وأكتوبر كما قلت عايت لي رأيه تسمعتي وكل شيء بصرا تفاجأت لما وحطيت لقطة استفهام لما قال لي وهو سي العربي الله يرحمه وخرج وقال لي راني العربي بالخير العربي بالخير عنده تكونش باش تكون وقلت له سيبان سيفيشت المعارضة لأ بسؤولية صعبة نعشت صبحها هديك سمعت وكل شيء والنار شعلا وكي ما قلت لك الجيفي لوفيرت معت وكل شيء وعارف بلي الوضع صعيب موش ساهل باش تتحكم في الوضع وكان الوضع يتحكم ولا ما يتحكم هوش الجانب هو اللي شافه وأنا نظن هذا هو الجانب انتاع سمعت لي انك تقدر تتحكم في الوضع وانا وانا ينجب ممكن يتحكم في الوضع ما تكون شيء ولكن علها علها وقع هذا الشيء على تعيين انتاع انسان ويقع عليه جدل بالنسبة لي انا شخصيا وانا يقع عليه جدل انا ما فهمتش ومباد فهمتم بعد ومبادت فهموه انتوما لما نعطيكم التوضيحات انا الشيء اللي عشت وانا شخصيا وانا نعطيكم تفسير على وقع جدل فيما يخص تعيينه لأن الرئيس كل ابني وقال لي او يكون معاك المسهول الفولاني وهو بس يشهد على اسهبه وهو مدير امن معاك لي في مستوى مستوى ولو موش الوحدة وموش في رئاسه ولكن الأوامر اللي بدهم له هو رئيس هو العلاقة بينه وبين رئيس قال لي ويكون معاك لأنه إنسان في الجيش وقاد وحدات وكل شيء قال لي ويكون معاك سمعته كل شيء ببعنا مدير استعلامات وكل شيء قال لي انا فهمتها هكا في البداية انا هكا صحيح و فبدينا نشتغله مع بعض بعدنا نرجع لما نرجعه الخمسة اكتوبر في فاس ما تقولنا لطماجور سمعته كل شيء وعطينا كل واحد سمعته كل شيء اللي باش يقوم به معناتها صلاحيات وسمعناتها تقوم به شيء لإلا ما بقاش أركاد تاع إدارة جيش ولا أركاد لازم الواحد سمعته يقرب على الدبار كل أشياء اللي تخص بالعاصمة فيها شعب سمعته فيها استيفداد كيف يقوله للأمن سمعته كل شيء فيها سمعته على الطاعة مع المسهولين مدنيين لازم توكل الشعب لازم سمعته كل شيء كل هذا ولات مسهوليتنا لأنه بالنسبة لتدسياج حالة الحصار الصلاحيات انتا البوليس ترجع للجيش ترجع للجيش صلاحيات تا البوليس ترجع للجيش التدسياج الناس ما تخرش فيه من ساعة الفولادية ساعة الفولادية قال ما فيه الشعب لازم القارات تخرش من عندنا احنا كيف هنوصلوها وصلوها على طريق سمعتني على طريق النظام اللي موجود قال المير قال الوالي قال سلطة المحلية سمعت القوات المدنية وكل شيء ولكن لازم اركان يشتغل فيها الميدان لازم كل شعب بدنا نجيب السمعته لانه سيليتا دسياج سيارة ما تتحرك وكل شيء ولينا نحركوا سيارة مقسمتين حتى لانه جايبها دقيق وجايبها لازم اشتغل بتحركش هكاك فيه عمل كبير عمل كبير من قادش سمعتني ستان التاماجور ميليتار كي طربي ستان التاماجور ميليتار ولينا نبلي ليسوا ما عندوش دوك المهام انتا ادارت قال معركة عسكرية وإلا سمعت هي طاماجور اللي قال يقوم بالاستراتيجية الجيش سمعته قيادة الوحدات وتسهير الوحدات وهي رايحة ولات امور اخرى لازم تشك تنظمها على حساب مهام جديدة لانه فيه مهام جديدة هذي نرجع ليها ولكن بالنسبة للإنسان اللي جابعي صحيح انا اشغلت ولينا الوحدات اللي ما دخلت الجاتل الزاير على بالكم في البداية وهذي داخلها ولكن وقعت سنوات قبل السنة والله سنة ونص قبل وهو تخريج الجيش من العصمة هذي مسهولية أنا بالنسبة للإنسان الرئيس تكلم معي في هذه لازم الوحدات كلها تخرج الجيش ما يبقاش في العصمة الجيش ما يبقاش في العصمة ثم خرجت جاندار ما راحت بسيتا حدرته في الشراغة بالنسبة لي اللي كان في قال عطيها اليونيورسيتي الدناها راح فيها لكل وقت رحي جامع رحي جامع رحي جامع الأركان ومن بعد ممكن الكلية الكلية الحربية كما اللي وقعت في باريس وفي بصر وكل شيء لأنك أفكاري أنا كنت في إعادة الهيكلة كنت أفكر في هاللاشي قالي لا مدوها مدوها له ومدناها ومدنا كل شيء ما بقى ولو في نزهر مع أنت الوحدات كلهم على الحدود 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 الغربية نعم لنك خرجوها ولكن أوامر خليتها أنا أنا عسكاري الطبق قال صاحب ماتي صحب وهذه كنت قلتها بعد سابق وحد الخطر كنا راح يلوهرد وكنت مع الرئيس في الطائرة لما قلعنا من بوفاريك هل في بوفاريك كان عندنا أه كيف يقول كان ثكن ولكن هي مخذر حتى السلاح مخذر سلاح وعلى ما كان السلاح سهلا باش تتحركوا باش فقعتني مثل قلو شوية وقت و كل شيء لما الطائرة ضعت قالي wurde ما خرجتيش يا اخي قلت توقرف ب студراءويف سمعته كل شيء لازل تاخد وقت على بالي بيه المكان التالي نوجده في مكان و المكان هو مغزول مغزول على المينة فيه كل الأشياء تمام كل هو سيلة 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 تالجيش كنا نوجده ولكن حط لي سؤال و أعطيته الجواب شغل معه مش الحال يعني ما زربناش ما قال ليش ولكن شفته شوية يعني ما زعج يعني محسب ما زربته و شو ما قال خرجوا كل الجيش ما يبخرج داخل لذلك نحن ناشي جيش في الله لذلك الجيش تجيبوه من بلاصة الخارج و دمار شعلا في الجزائر فهذا النقطة شحال يعني من جندي ولا جبتوه الجزائر العاصمة في تلك الفترة يعني في يوم خمسة أكتبر عشرة أكثر أكثر من عشرة أكثر أكثر من عشرة أكثر حوالي عشرة أكثر نقول أكثر معليش نرجع الكلام اللي قلته و قلت باللي نفسي الجيش موشنع معتي داخل الواحدات بدت تجي و وقتها بدت تجي بدت تجي الليلة خمسة أكتبر آه الليلة خمسة أكتبر ليلة خمسة الليلة خمسة ما بين خمسة وستة أكتوبر يعني ما بين خمسة وستة أكتوبر بين خمسة وستة أكتوبر زربنا باش بالجيش جيش الموشات الموشات اللي علاها رجليه بدنا بالمظليين مظليين في بسكرا لأن في الأول وشي نازم سبعا ثيه حطوا العسة مع الموقت الحساسة في البلاد التعزار الارتياز بعدين المينيستر كل الموقت الحساسة اللي نازم تديروا عليها العسة نعم نازم تديروا الجيش باشي عسليه لما فيهاش بوليس وشا دار متانيس بعدين عند أعمال أخرى وقليلة وكل شي لازم نقوموا بهذا الشي بدينا جبنا لبارشوتست وجبنا طيارات موبيليزية بالنسبة لبارشوتست ونشفى عليها ثمان طيارات اللي راحوا لها البسكرا ويقيلها دارودو فياج موبيليزية ترجمة نانسي قنقر